دي بـ 70 جنيه وحضرتك لو ما خدتاش على يوم الـ 2-3 هتبقى بـ 180 جنيه دلوقتي بقى بكرة عايز تخدها خدها مش عايز تخدها تعالى يوم الـ 2 خدها بـ 180 جنيه بالضبط ده فيه كمان موضة تانية يا دكتور الأميس تدخولي تلاقي سعر السكر 27 جنيه 28 جنيه على الكيس طيب عايزة بلاش سكر علب الدواء سعرها 150 جنيه على الكرتونة بتاعت الدواء كامية عام يقول لك مية حاجة وتمانين ليه يقول لك هو ده سعرها بس ده سعر يقول لك على السيستم غير ده لا ده هم دول حرامية معلش لموا أخذ الأدوية لسه هتزيد آه آه الليستة فيها 1500 دوار أي هيزيدوا كمان أسبوع اللي هو الرسمي 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 إنما اللي بيقول لك في شسار فحيطر يزود عليها تاني هيزود اللي زوده ده بقى سرقة هيزود الحقيقي طبعا فيه ناس بتيجي على الأدوية برضو نفس المكارونة والسكر أي الأدوية المهمة أي بتاعة القلب بتاعة الأمراض المزمنة أي تتدكن تحط في درج في الصيدلية محدش بيفتش روح يفتش كأنك بتفتش الصيدلية على مخدراتها مش بيفتشها على مخدرات برضو أي طيق روح فتش على الأدوية بتاعة الأمراض المزمنة وأدوية القلب يعني يحيى عندي بياخد بيتاكور بتاعة ضربات القلب أي أي ولما يختفق بيتاكور ده نعمل إيه يعني أي بالضبط وغير وغير وحاجات مؤسرة بالضبط بدأت أنا بقى أسأل على بدائل آه وفي بدائل في بدائل يعني كل دا وكان فيه حد من نقابة الصيادلة قال أي يا جماعة مفيش داوة من لهوش بدائل صحيح مادة الفعالة أي ففي بدائل أرخص وممكن ما تغلاش مع اللي بيغلى يعني ليه حلول بس الدنيا محتاجة ضابطة يا دكتور بس محتاجة ضابطة بس ضابطة جامدة نسبة يحيى ألف سلام علي الله يسلم دكتور يحيى الفقراني بكى ليه وانت بتوقعك يحيى بصي وانت كان أحساسك إيه لما هو بكى يحيى الفقراني أنا طبعا كنت قادة بقيت ما شفت شهير الفيديو لما تجي الفيديو يحيى بصي لما بنكبر بنبقى حساسين قبل صحيح يعني الواحد عينه بتدمع لأقل حاجة أنا زمان كان عندي مشكلة إن أنا معرفش عيط معرفش دلوقتي مش عارفة سكوتي دلوقتي بقى أقل التلفزيون عيط صحيح